في الرياضة اليوم تعقد أو عقدت منافسة الكرة الذهبية لاختيار اللعب الأفضل في العالم وهو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي تنافس مع زميله في برشلونة البرازلي نيمار ومنافسه التقليدي في السنوات الماضية البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني النقاش ذلك ينضمني في الستوديو المحلل الرياضي وسام كبهها مبتسم وسام كغير عادتك مبتسم جد وفرح محمد توجه ليونيل ميسي بالبلندور الكرة الذهبية المرة الخامسة وطبعا نقول هو أول لاعب في التاريخ يحصل على الكرة الذهبية إنجاز كبير بحد ذاته لكل المشككين في هذا اللاعب وجدنا اليوم برهان كبير أن نعيش في زمن ليونيل أندريس ميسي ظاهرة حقيقية وكرة القدم هي عبارة عن إحصائيات وأرقام محمد والإحصائيات والتاريخ يقول أن ميسي حصل على خمس كرة الذهبية أسؤال هناك تشكيك كبير جدا لماذا ميسي تحديدا هذه المرة ولماذا للمرة الخامسة هذا وكأنه ترسيخ دامغ لأن ميسي أسطورة كرة القدم بالضبط دعنا نقول أيضا أن نعطي الحق حقه كريستانو رونالدو يترشح للمرة الثامنة من 2007 لليوم كريستانو رونالدو وميسي في مواجهات تنافس على الكرة الذهبية لكن ميسي ورونالدو غيروا في تاريخ كرة القدم غيروا الأرقام إذا تحدثنا في عام 1997 رونالدو البرازيلي أحرز 32 هدف مع برشلونة اليوم ميسي ورونالدو يحرز 60 و70 هدف مع فرقهم دعنا نقول هناك نقاش أيضا عن نيمار يعني لماذا تم استثناء نيمار هذه المرة أخرى رغم التألق الكبير جدا أما أنك تتوقع أنه يكون المنافسة الأقوى لسنة المقبلة هو المنافسة أقوى لسنة المقبلة ولسنوات قادمة لكن أريد أن أقول لك شيء واحد نيمار له حقه لكن ميسي فاز فيها بجذارة هو لاعب حقق موسم خيالي عدم إصابة قبل أقل من شهرين وأحرز خمس أهداف في آخر لعبتين لكن الأمر متعلق فقط محمد في ميسي ميسي هو الوحيد الذي قد يكون أن يفوز في كرة الذهبية في المستقبل أو لا أنا برأيي هو مكمل وكريستيان رونالدو غير وارد في المعادلة حسب رأيي أيضا كريستيان رونالدو لكن أحرز أكثر من 58 هدفا لديه الحق والخدرة لكن ميسي حصد الألقاب كسر الألقاب القاسية خمس ألقاب ثلاثية في إسبانيا منها أيضا بطولة كأس العالم للأندية ميسي الألقاب تتحدث دعنا نبارك دعنا نرضر إلى الأمر الجيد في هذا الأمر وهو خمس كرات لميسي إنجاز كبير وأفضل لعب في العالم حسب رأيي مبروك لميسي ومبروك لكل مشجعي برشلونة أزميل وسامك بها شكرا جزيلا لك بدنات أعزائي المشاهدين إلى ختمة هذا الفقرة فاصل نذهب إلى موجز إخباري ونعود إلى المناظرة اليومية حول القضية الفلسطينية وتعامل أسلطة الفلسطينية مستقبلا والانقزام الفلسطيني داخلي ابقوا وعنا ترجمة نانسي قنقر